إلى ذلك هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتح السيسي والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام واليمن والبركات وفي بيان أكد شيخ الأزهر الشريف أن هذه المناسبة العطرة ستظل رمزا للتضحية والفداء والامتثال لأمر الله عز وجل ودعى المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بتعظيم شعائر الله والتقرب إليه بالطعاط والعبادات والأعمال الصالحة